هي ماذا تفعل الآن غير المحاضرات وغير الكتابات يعني هيك بتتكلم عن الاستكشاف في قرة أفريقيا الوصول إلى منابع النيل إلى آخره أنا الحقيقة عندي هنا سؤال الجماعيات الجغرافية في العالم والجماعيات الجغرافية المصرية من أقدمها مع هذا التطور في مثلا الأقمار الصناعية وطرق الاستكشاف الحديثة هل الجماعيات الجغرافية يعني مازال لها تلك الأهمية القديمة هي الجماعيات الجغرافية لها أدوار حسب كل مرحلة على حدها في المراحل أولك الاستكشاف في إفريقيا وحوض النيل أساسا المرحلة الثانية الوقت البحوث الموجودة عنها طبعا بدأستعين بالأقمار الصناعية والحاجات دي كلها والأسترالي والصور الفضائية في الدراسات الموجودة كل البحوث الجغرافية ممكن إحنا بدأستعين بها في الجغرافيا في عبارة عن دراسة المناطق الموجودة بالفعل سواء كان السودان أو إثيوبيا أو أغاندا أو كل منطقة لها حوض النيل تعتبر دي بيت خبرة وتعتبر حط البحوث لكل حاجات دي كلها والبحوث الموجودة في الجماعية الجغرافية التي أسازتنا بعملوها وزملائنا كلها تتعرض الكلام دا كله يعني تدرس وتبحث وتنشر كل ما يدور حول العالم العربي والمنطقة الإفريقية وحوض النيل تحديد نوع مصري يعني تلك فرصة نسأل حضرتك بشكل مباشر جدا عن ماذا قالت عن حق مصر في نهر النيل نهر النيل بيعتبر بحكم التاريخ والجغرافيا نهر مصري 100% وكان الحقيقة من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنقولها باستمرار أنه لا يمكن إثيوبيا تعمل سد ليه؟ لأنها منطقة متدرسة عمل سد فين؟ فلما وصل نزل النيل لهضبة السودان منطقة متخفضة بدأ يعمل ايه؟ يعمل سد في المنطقة دي ولكن فيه دراسات موجودة عن النيل متخصصة كل متخصصة عن نهر النيل احنا عندنا دراسات كبيرة جدا عن النيل وفيضاناته ومياه وارضه وطاريخه والحاجات دي كلها طبعا عن نهراتنا وعندنا فيه دراسات موجودة احنا يعتبر نهر النيل من نهر العظمة في العالم اللي فيه دراسات موجودة من 1902 هل هذا السعين بتلك الدراسات الدولة فيه إثبات حقها يعني فيه مجرى مائي؟ طبعا طبعا احنا يمكن فيه نقطة مهمة الاتفاقات الدولية بتحكم هذه الانهار ده نهر دولي احنا بهمنا هي درجية النهر النهر بالصرف الزي وماليته شكلها ايه؟ بيجي منين؟ فيضان ايه؟ والحاجات دي كلها وفيه موجود دراسات موجودة في معظم الجامعات المصرية وفي الجامعات الجغرافية تحديدا عن هذه الأمور الخاصة بها مجلتها بتشمل كل موضوع عدد كلها يعني المجلة يعني هل تقوم مثلا بزيارات بيدانية لتلك الأماكن؟ لأن ده ضرورة لحد يحب يروح للمزيارة طبعا يروح للمزيارة وطبعا دي البحوث يكون مبنية على دراسات ميدانية أحيانا أو دراسات اللي هي القناة الفضائية اللي هي الأقمار الصناعية أو عن الجاي اس مختلف الموضوعات الخاصة دي بيستعين بها لمعرفة المنطقة اللي يخدم بها بحثه في الخاصة في المنطقة دي كلها